وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 700 أهواء 72 قضية تموينية مستندية وعينية وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 600 أهواء 19 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 22 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 567 طن في مجال حقب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فضلا عن ضبط قرابة 20 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط 10 أطنان من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من الأسعار الرسمية وذلك لمواد البناء إلى جانب ضبط 795 قضية وذلك في مجال قضايا المخابز من بينها 235 قضية خبز ناقص الوزن و171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أيضا ضبط 9 قضايا في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي ذلك بمضبوطات بلغت قرابة 49 طن